ده كان فوز مهم جدا 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 يا جماعة 3-1 على صالة الشهداء الشوت الأول إذا مالك كسب 25-19 رجعت بنات الأهلي أو بطلات الأهلي الحقيقة يكسبوا 26-24-25-22-25-21 عشان يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد 7 جولات في البطولة بدون هزيمة واحدة بدون هزيمة واحدة قيمة اللي حصل ده يا جماعة أن أنت عندك فريق يتخذ منه أفضل أربع أو خمس لعبات كلهم دوليات كلهم عناصف المنتخب الوطني والبعض يراهن على تخريب الفرقة والبعض يراهن على هنوقع الأهلي والبعض يراهن هنقفل فرقة البنات الطائرة هو كان تختيب لكده وده المخطر لتخبط لعبة الأهلي المهمين عشان هو تضعفه وتضيعه ويرتبك ولكن مين اللي يرتبك لكن الفريق اللي دخل موصولة الأفقام القيسية وحقق كل البطلات المحلية والقرية كان أقوى من أنه يتأثر على الكلام لحظة لماذا صالت الشهداء كان عليها ماتش للناشئات تحت 16 سنة أهلي وزمالك فاز به الأهلي أيضا ولما سئل كابتن حمد الصافي عشان يتعمل في صالة فصل طالب أنها تكون في الشهداء هو كان عايز يقفل على الفرقة ما كانش عايز يوطرها ولا يخليها تتأثر ربما أحيانا الدعم الجماهيري بيجيب نتيجة عكسية مع لعبة جديدة كان له وجهة نظر كان هو صح فيها الماتشات الجاية هتحضر بقى الفرقة دي مع الحضور الجماهيري بإذن الله وتؤكد الجدارة ولكن كمل كلامك معلش أنا بقطعك لأن فيه حاجات مهمة بفتكرها يعني الفريق اللي البعض فكر أنه ممكن يخرب وممكن يوقع وممكن يقضي عليه الفريق اللي دخل منسوعة الأرقام القياسية العالمية كأكثر فرق القرى تحقيقا للألقاب القرية وتحقيقا لبطولة الدوري الفريق الملكات اللي زهب دول واخدين الدوري 38 مرة يعني فكرة دي أحد الأهداف يقف مصيرة هذا الفريق الذي دخل موسوعة فياخد الدوري 38 مرة النهاردة اللي حصل مش سهل أبدا لأنه بالأربع لعبات اللي انتقلنا لنادي الزمالك ييجوا ويلعبوا في صلت الشهد اللي تربوا فيها واللي تعلموا فيها أصول الكرة الطائرة كانت رسالة الآن يكسب في فريق المرتبط تحت 14 سنة يكسب الزمالك 3 وييجي الدور على هذا الفريق الرائع جدا اللي يسقف له مجلس الإدارة لأنه فعلا استحق كل التحية من كل الأهلوية ترجمة نانسي قنقر